اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لم يزده ذلك إلا تواضعا وخشية من الله وأيقن أن مدح الناس لك فتنة فادع ربك أن ينجيك من تلك الفتنة واستشعر عظمة الله وضعف المخلوقين وعجزهم وفقرهم واستصحب دوما أن الناس لا يملكون جنة ولا نارا وأنزل الناس منزلة أصحاب القبور في عدم جلب النفع لك ودفع الضر عنك والنفوس تصلح بتذكر مصيرها ومن أيقن أنه يوسد في قبره فريدا وحيدا أدرك أنه لن ينفعه سوى إخلاصه لربه وإياك أن تطلب بعملك محمدة الناس أو اضطمع بما في أيديهم والإخلاص يحتاج إلى مجاهدة قبل العمل وأثناءه وبعده وآفة العبد رضاه عن نفسه ومن نظر إلى نفسه بعين الرضا فقد أهلكها وأمارة الإخلاص استواء المدح والذم عند العبد والله يحب من عبده أن يجعل لسانه ناطقا بالصدق وقلبه مملوءا بالإخلاص وجوارحه مشغولة بالطاعة ترجمة نانسي قنقر